تحت عنوان خرافة العقل العربي قلت بأن العقل العربي لا يشابه العقل اليوناني في زمنه وحتى فيما بعد زمنه من حيث أن هذا العقل لا يقوم على أساس معرفي إنما يقوم على أساس أخلاقي بصراحة أنا أعتقد بأنني كنت مخطأ والحقيقة أن هذا العقل لم يقوم على أساس أخلاقي أيضا وكيف سأحاول أن أجيب في هذه الحلقة التي تكمل الحلقة الأولى حول موضوع خرافة العقل العربي والذي هي حلقة تمهيدية لمشروع أقرأ فيه نتاج وأعمال كبار المفكرين العرب وسأحاول تقديم فكرة عنهم في هذه الحلقة أيضا سأقدم مراجعة أو أجوبة على عدد من التعليقات المهمة التي على الحلقة السابقة والتي قدمت لي دليل إضافي لما طرحته في حلقة الخرافة العقل العربي تشكر كل من علق سلبا أو إيجابا وأنا أرى بأنها جميعا كانت مهمة وساعدتني على عادة التفكير فيما طرحته وسأستعرض طبعا بعض هذه التعليقات وأرد عليها بشكل عام طبعا بعدها سأتحدث عن أن العرب ما قدمه العرب من فقه للعالم والبشرية والعقل هو في الحقيقة ليس علما بل يتعارض تماما مع العلم فكونوا معي السلام عليكم أصدقائي ورحمة الله وبركاته أبدأ أولا في عرض أو استعراض عدد من التعليقات التي أراها مهمة وأضافت لدليل أضافي أكدت ما طرحته في حلقة خرافة العقل العربي وهذه سأختار واحدة منها أو في البداية قال صاحب التعليق أستاذ مع الاحترام أرى أنك مؤجب ومنبهر بالعقل الغربي وأن العالم الإسلامي العربي لم يقدم ولا فيلسوف واحد وأحشرته أو حشرته يقصد الفكر العربي الإسلامي في زاوية الأخلاق أنا أجيبه وأقول أنني لم أتحدث عن العقل الغربي على الإطلاق وليس هذا موضوعي ولم أعرب عن إعجابي في قناتي ليس الآن في قناتي بأكملها عن أي عقل أنا بالنسبة لي لا يوجد عقل على الإطلاق لا أضعه تحت مشرطة النقد فبالتالي أنا لا أنبهر ولا أعجب أنا أحلل وأقرأ وأستقرأ وأحاول أن أفكك وأنقذ ما أراه فبالتالي لا يوجد عقل بالنسبة لي أستطيع أن انبهر به وإذا انبهرت حتى إذا افترضنا أن هناك انبهار بالعقل الغربي فأمر يستحق العقل الغربي لماذا لا أنبهر به أمر ليس معيبا بالعكس يجب أن ننبهر بالعقل الغربي ومنتجات العقل الغربي وطبعا فيها أشياء سيئة جدا في هذا العقل لكن هو بشكل عام قدم الكثير للبشرية وهذا أمر لا نستطيع أن نكرانه لكنه يبدو هي كلمة أشعها بعض السلفيين والأصولين أنه أنتم منبهرون بالعقل الغربي هذه الطريقة الاجتماعية أنه أنتم كذا وأحن كذا وأنتم منبهرين ومأجبين بالآخرين وهذا الكلام يعني الردحة سسميه الردحة الاجتماعية هذا يجب أن لا نصل إلى هذا المستوى ولكنها أصبحت لبوقة بالعراق نسميها يعني ممكن أن تقول عليه شيء أنت منبهر أنت كذا أنت كذا مجرد انتقاد الآخرين بدون أي قيمة حقيقية أو بدون أي طرح حقيقي نقدي سليم قال أيضا بأنني حشرت العقل العربي الإسلامي والفكر العربي الإسلامي في زاوية الأخلاق وليس أنا فقط أنا يعريت أنا فعلته حسنا اسألوا الأصولين اسألوا الفلاسفة من الغزالي إلى ابن تيمية إلى الأشعرية كلهم هؤلاء حشروا الفكر العربي الإسلامي في خانة التكفير وحرقوا كتب ابن سينا وحرقوا كتب ابن روشت ومنعوا أي فكر غير الفكر الأصولي السلفي الذي لا يعترف بالألم ولا يعترف بالعقل وهذه مسألة لا يمكن الشك فيها على الإطلاق يتحدث الأخ أيضا عن أنني أحاول تقزيم العالم العربي الإسلامي ووضعه بزاوية القطيع الذي يساق بعصاء الدين وهناك شيء آخر غير هذا ثم من الذي يقزم العالم العربي الإسلامي من الذي يقزم الإنسان العربي من الذي يمنعه من أن يمارس أو يستغل طاقاته ويمارس حريته في البحث والقول والفعل ويحصل على حقوقه الكاملة من الذي يمنع هذا أن هناك حملات إعلانية ودعائية مسعورة دينيا من خلال خطب الجوامع من خلال الأحكام العرفية الدينية الموجودة التي تسيطر على شوارعنا أحكام عرفية تمنع خروج الناس إلا بطريقة معينة النساء تخرج بحجاب في رمضان يجب أن يصمون ويصلون وأن لا يقلون الأفطار هذه أحكام عرفية دينية نحن شعوب الآن تعيش تحت وطأة الأحكام العرفية وأحكام الطوارئ الدينية المستمرة وهذا اللي يجب أن نعترف به ويجب أن نؤلنها صراحة أن نحن تحت حكم الطوارئ الدول العالم لديها الدول الحديثة تضع دول شعوبها في حال الطوارئ وتعطل قوانينها فيبدو نحن فعلا نفعل هذا تماما لكن المفارقة بأننا وضعنا القوانين التي وضعها العالم والتي ليست لنا أصلا إنما فرضت علينا من قبل الأمم المتحدة ودول العالم لكي يتعاملون معنا لا أكثر وليس الحبا بنا لأنهم لا يستطعون التعامل مع شعوب متخلفة لا تعترف بالقوانين العالمية المعاصرة أو الحديثة فبالتالي أجبرونا وارغمونا على التعامل معها فما في دافع عنا وضعنا أحكام عرفية على هذه القوانين وجعلنا تنفيذها معنيا به الخارج فقط أما في الداخل فوضعنا الأحكام العرفية الدينية الخاصة بنا وعطنا جميع القوانين إلا ما رحمه ربي وتوافق مع المبادئ الأخلاقية التي تحدثت عنها واعتبرت بأن الكائن العربي أو الكائن المشرقي عموما والإسلامي هو كائن ومخلوق لغوي هذا المخلوق اللغوي قائم على مبدأ مبادئ أخلاقية وقيم أخلاقية وسأوضح بعد ذلك ما هي حدود هذه الأخلاق بالمناسبة هذا الحديث من قبل هذا الصديق هو بالضبط يعني قدمنا دليل يؤكد كلامي بأنه يوجه الاتهامات من خلال القيم الأخلاقية التي تربى وتعلم عليها أو تفقها فيها أو أجبر على أن يفكر بطريقتها وبأسلوبها ومنهجها هذا الإطار الذهني الذي يعمل فيه أو يدلق فيه هذا الأخ الحجج هو بالضبط الذي تحدثت عنه ويقدم بغض النظر عن تقييمي أو رفضي أو التقبلي لهذا المنطق لكن أنا أرى هذا الإطار الذهني أو البرادايم الذهني الذي يتحرك فيه هو بالضبط الذي قدمته وأعتبر وأوجه له شكر جزيل لأنه قدم لي نموذجا حقيقيا لأشياء الذي كنت أتحدث عنه وردت عليه وقلت تعليقك بحد ذاته محسوب على زاوية الأخلاق ومحشور فيها بل ويمضي أبعد في الحديث عن محاولات لضرب المنظومة الأخلاقية فشكرا لتعليقك فقد قدم لي الكثير أيضا هناك تعليق آخر هو اعتبر نموذج معياري أيضا ينطبق على ما جاء في الحلقة التمهيدية لدراسة العقل العربي المزعوم قال هذا التعليق قالها أحد الأصدقاء والمتابعين قال قلها صراحة إما أن نطرح ثقافتنا جانبا أو أن نركب على ثقافة الغرب وهل هذا ممكن طبعا جوابي إلى الصديق أنه أقول لا حاجة لطرح ثقافتنا جانبا نحن مطروحون أصلا جانبا وحتى أبعد من هذا الجانب الذي تدعي بينني أو تعتقد بينني أطالب به نحن مطروحون أبعد من هذا الجانب بل نحن مطروحون هناك حيث الشعوب المنقرضة التي على وشك القراض والتي أيضا على وشك أن يزورها الناس في المتاحب ثم أنا أوضح لك شيء آخر أنا لم أدعو أحد إلى القيام بأي فعل هذا طبعا مبدأ أساسي لديه أنا لا أدعو الناس إلى القيام بأي فعل لست في معرض التبشير لأي قضية أنا لا أبشر بشيء ولا أدعو إلى شيء ولست قائدا لحركة سياسية أو تنويرية أو أي شيء أنا فقط أطرح مواضيع أجدها موجودة وأناقشها بطريقة نقدية عقلانية قدر المستطاع فأيضا الجواب لبعض الذين قالوا بأنني أتحدث عن قضايا أن تنكر وجود عقل لدينا وهي مسألة أخلاقية أيضا مسألة معيارية أو قيمية هو بالنسبة لا يهمه هناك عقل أو لا هو بالفعل أننا لا نمتلك عقلا بمعنى العقل كمفهوم ولا أن العقل أنه ترى وتفهم بالطريقة الفقهية الدينية الشائعة هو بالنسبة يعتبر مسألة ماسة بالشرف ماسة بالسمعة ماسة بالأخلاق ماسة بالدين هو هكذا يرون الأمور هو عندما يحتاج عليك هو لا يحتاج لأنك قلت الحقيقة إنما لأنك كشفت شيئا سيضر بمصالح القطيع وثقتهم بأنفسهم ستهز أركان هذا القطيع وستفكك الأواصل التي تجمع فيما بينها هكذا يفكرون بالتالي أنت عندما تذكر الحقيقة هي وتذكر تعلن الحقائق أو تحاول أن تكشف شيئا ما هو لا يمكن أن يختلف عليه أثنان لكن بالنسبة له هو يرفض على الإطلاق الدخول في هذه المنطقة هنا المأزق الكبير الذي نحن فيه هذا أعتقد واحدة من أشياء أو أركان الديني الحقيقية التي تجعلنا دائما نحاول البقاء داخل الحضيرة وعدم الخروج أو فتح أي كوة من نوافذ هذه الحضيرة أو هذا الأصطابل الديني هذا الأصطابل يجب أن يوقع مقفلا وحتى عندما نخرج يجب أن نحجب رأسنا أو نحجب عقولنا ونمتنع عن مشاهدة أي شيء أو فهم أي شيء أو التساؤل عن أي شيء إلا بما تعودنا وتعلمنا عليه هنا سنعرف لماذا نحن أنيفون لماذا نحن في مأزق كبير السبب هو هذا اللي قلت أتحدث عنه أنه نحن عقل عربي خرافي هذا العقل الأخلاقي القيمي المعياري الذوقي وليس المعياري العلمي هذا دائما يزل الأمور بطريقة مفهومية هذه الطريقة مفهومية لغوية معنى كما يقول ماكس يابر نحن مسحورين طريقة سحرية لغوية غيبية إيمانية وهذه الطريقة دائما تؤجبنا إلى أن لا ننتج علما إلا بالقوة والعنف ستقولون ما علاقة العنف بموضوع الرؤية القيمية الأخلاقية المعيارية أقول لك بل أكس هناك علاقة أساسية هي التي ستفسر لنا لماذا نحن عنيفون ونفعل كل شيء بطريقة عنيفة السبب هو أن عقلنا يعمل بطريقة مفهومية دينية كما قلت وهذه الطريقة لا تقوم على قيم ومعارف دقيقة معارف وحقائق علمية دقيقة وواضحة ومحددة سلفا كل شيء عام يعني رجراج يفهم بوجه وعكسه الصدق يصبح كذبا السرقة تصبح غنيمة الحلال يصبح حراما الغزو والعدوان يصبح فتحا عظيما وجهادا يثاب عليه الذي يقوم به بسبعين حرية في مقدمة الجنة وأما الذي يصد الغزو والعدوان عليه فيعتبر في قعر الجحيم الاستعباد الاستعباد الناس يصبح حرية الحرية نفسها تصبح عملية إنقاذ من عبودية الجسد والشهوة وهكذا هاي الطريقة أو النمولج المعرفي في الرؤية والفهم نطبقه على أي موضوع وقضية تواجهنا وهنا المشكلة الخطيرة جدا وعليه هذا الاسلوب كما رأيته في بعض التعليقات أو راجعت في الحلقة رأيتم بتعليقات هذا الاسلوب هو يعني سبب دائما اللي يولد العنف داخلنا ويثير عوامل التصادم فيما بيننا وبين الآخرين جميعا هنا المشكلة الخطيرة المشكلة الخطيرة جدا هي أن القيم الدينية طبعا اللي هي الشائعة الآن والتي أصبحت بحكم الطبيعة الشخصية لكل واحد من عندنا هذه الطبيعة وهذه القيم هي نتاج هذا العقل المعياري الذوقي ومشكلة هذا العقل الخرافي الذي قائم على الغيب وعلى أصول هي أصلا ليست بأصول الأصول دائما توجد على الأرض على الواقع عندما حقائق موجودة عينية مشاهدة تجارب حقيقية نعيش معها هذه الأصول القائمة على أسس واهية وأسس وهمية ولغوية وعلاماتية ورموزية هذا العقل اللي أسس بعد ذلك العقل المعياري الدوقي على أساسه هذه لا يمكن تقعدها في قواعد معرفية وقانونية ثابجة كما حصل لدى القانون الروماني مثلا اللي هو قبل 2000 سنة وكما حصل في القوانين العالمية المعاصرة وقوانين نفسنا نفسها الموجودة عندنا الآن القائمة على القانون الروماني وحتى الشريعة الإسلامية جزء منها قائمة على القانون الروماني لكن هذه كلها لا يمكن تقعدها على الأصول الفقه التي شرعها علينا التي حكمت حياتنا هذه وحكمت عقلنا وكونت وشكلت عقلنا العربي هذه لا يمكن تقعدها في قواعد معرفية ثابتة ولا يمكن أيضا فهمها بطرق متعددة يعني بطرق غير متعددة ونهائية هذا أدى بالنتيجة طبعا هذه الظاهرة موجودة تشبوها مبكرا خاصة بالعهد العباس ونهاية العهد الأموين هذا هو اللي أدى إلى ظهور الفقه هذا الفقه الذي أتبر جابري ميزة العقل العربي وعلامة الفارقة التي تميزه بنا يقول الأخرى ويعني شرع لنفسه بعد ذلك أو برر لنفسه وضع مصطلح العقل العربي ثم بعد ذلك بدأ يبحث عن بنية هذا العقل والتكوينه بحجة أنه قدم شيئا عقلانيا للعالم مثل ما قدم العقل الغربي قدم العلم والعقل اليوناني قدم الفلسفة فبالتالي هذا الفقه هو اللي أدى ظهوره كان سبب لمحاولة امساك هذا العقل معيار الذوقي وهو ليس العقل ليس معنى الفلسفي العقل يستطيع الرابط بين أحداث لا أكثر أو الذي يسلك سلوكا حسنا أو سلوكا مؤدبا وأدبيا وسأوضح مسألة الأدب بعد قليل من هنا أنا أرى بأن هذا الفقه الذي ترفع له الرايات وتحدث عنه حانفي أيضا وقال بأنه إنجاز كبير هذا الفقه ليس القانون يعني أكو فرق بين الفقه والقانون ظهور الفقه بين العرب كما أرى والمسلمين ليس ميزة إنما بالأحرى هو حل كارثي لمشكلة ذهنية خطيرة وهي استحالة استخراج مأرفة من حفنة أقوال ونصوص وأحاديث ومواقف أخلاقية وأيضا سباب نزول أي استحالة تشكيل منظومة أخلاقية من نصوص مقدسة لا تقبل التأويل فماذا حصل وجد ما يسميه جابري العقل العربي وأيضا ما يسميه أرغون العقل الإسلامي هؤلاء وجدوا هذا الفقهاء في صدر العصر العباسي هؤلاء وجدوا الحل السهري اللي اكتشف أبو حنيفة مثلا ووضع صلوة الشافية وعني الفقه الفقه في الحقيقة عندما نتأمل ما معنى الفقه عندما نأتي ونفحص كلمة الفقه ماذا نكتشف نكتشف بأنها نقيض العلم أن لا يمكن أن تقول علم الفقه أو علم أصول الفقه لأنه أصلا الفقه هو يتعارض مع العلم أي أنه نقيض المعرفة والمعرفة والعلم هو واحد من أقسام المعرفة فبالتالي العقل لا يمكن أن ينتج لنا فقها هذا التعارض الكبير يجب أن نفهمه وحتى نوضح الموضوع يعني هذا كلام مش كلامي الفقه هو نقيض العلم برأي الأصوليين والفقهة أنفسهم وليس كلامي أنا فقط هؤلاء واحد من أنتم الآمدي وقالوا أن الفقه معناه هو جودة الذهن أي أنه يعبر عن ملكة الذهن أي أن الفقه يعبر عن الإمكانات والإمكانيات العقلية والذهنية ونحو ذلك بتعريفهم هو جودة الذهن من جهة تهيئته لاغتناص كل ما يرد عليه من المطالب وأن لم يكن متصفا به والعلم مختلف وهو عبارة عن صفة يحصل بها لنفس المتصف بها التمييز بين حقائق المعاني كلية أصولا لا يتطرق إليه احتمال نقيضة المعنى أن الفهم هو أن تتفرز بين الأشياء وتحدد هذا الجيد وذلك الحسن مهم تعمل تصنيف لكن العلم هي صفة صفة مستحصلة داخل نفس الذي يتصف بالعلم ومن خلالها يتوصل إلى حقائق ومعاني الكلية لما يصلط عليه معوله العلمي والآن أستشهد نموذج لتطبيقي لما طرحته في حلقة خرافة العقل العربي يقول الصديق صلال صليل ما عرف بالضبط اسمه بالضبط كيف الفضاء قال كلامك وصحيحة 100% أنه أولا أن العرب بدأوا يربطون النجاح بالأخلاق وهناك أمثلة كثيرة بسيطة ضرب مثال لاعب الكرة الأسطورة مارادونا يعتبره المتأسلمون بتعبيره فاشل لأنه كان مدمنا على المخدرات فيتساءل ما داخل المخدرات بموهبته الفذة التي لم يأتي أحد بمثلها أبدا وقس على ذلك العلماء الذين يعتبرونهم فاشلين طانما أنهم غير مسلمين ولا يصلون خمس صلوات ولا يصومون ولا يحجون كل شيء مرتبط بالدين الإسلامي فعلق خاتما مسخرة ليس لها حدود أنا في رأيي طبعا ما أتحفظ على بعض الأبارات لكن أنا في رأيي أن هذا هو الصحيح لأنه أنت أن ما زلت في منطقة القطيع أنت الآن في منطقة الدين هذا هو الدين الدين هذه حدودة لا يستطيع أن يكون أكبر من حجمه وبل عندما يحاول أن يخرج من طوره أو طوقه أو قفصه أو جوهره أو حالته الثابتة أو إلهه سيتدمر وسينحل وسيتفرق أتباعه شتتا هذا الدين هو حدودة هكذا الدين يبحث عن جماعة وهذه الجماعة يجب أن تتماسك فيما بينها هذا ما يأتي مهما تكون أنت كن ما تشاء من أفضل أنواع البشر قم بالمؤجزات انتج لقاحة كما فعل باستور أنقذ مئات الملايين من بشر كل هذا لا يشفع لك لأنك لست ضمن القطيع القطيع الديني يجب أن يكون أولاً وسابقاً على كل شيء آخر وهذا هو الصحيح طبعاً أنا لا أعترض ولا أقول أن هناك خطأ في هذا المنهج لكن هذا المنهج كان يصلح في الأزمان القديمة عندما كانت الناس الحياة صعبة جداً والموارد الشحيحة وتتطلب الكثير من التماسك والتنازل والإثار بين أفراد الجماعة البشرية هذا الدين هو أفراز لتلك الظروف فعلينا الصحيح أن نفهم هذه الحقيقة ونفهم بأن هناك اختلاف بين أمرين وحالين وموقفين أن العالم اختلفة وعلينا أن نكونوا واقعين ونضغط على أنفسنا وبدلاً من أن يضغط العالم علينا أو تضغط علينا ظروف ويحصل ما لا يحمد عقباه طبعاً هو حصل الذي لا يحمد عقباه بألف مرة لكن الذي سيحصل مستقبلاً سيكون أسوأ بمراحل مما سبق وهذا أمر التاريخ يشهد بهذا لكننا لا نتعلم من التاريخ لماذا؟ لأن القطيع لا يتعلم من التاريخ لا يريد أن يتعلم لا يريد أن يؤسس علمه على المعرفة لا يؤسس أن معرفته لا يريد أن يؤسس حياته على المعرفة يريد أن يؤسس حياته على القطيع على القيم الأخلاقية أو القيم الدينية أو القيم القطيعية اللي هو التسمير هذه القيم القطيعية هي التي يجب أن يجري التماد عليها والإيمان بها إيماناً مطلقاً أي شخص يطلع ولو أنقذ حياة أفراد القطع بأجمعهم لن يشفع له شيء لأن مجرد أتراب به وهو شخص من خارج القطع سيدمر القطع تماما وهذا تفكير سليم بالمناسبة علينا أن نتفهم هذا الموضوع ونتفهم معنى أن نكون متدينين معنى أن تكون مؤمنا هذا الشيء الذي دائما يدعو له وأن نتفهم ما يجري سواء من قبل المتدين أو غير المتدين علينا أن يعرف حقيقة الأمور وأن يستكشف تصرفاته لماذا يفعل هذا؟ لماذا الإمام يتحدث بهذه الطريقة؟ لماذا لا يثلون قضايا إلا علاقة بحياة الناس ومشاكلهم اليومية والمصائب التي يعيشونها والظلق الذين يعيشون فيه والاستغلال والاستعبادة الذين هم فيه لماذا؟ لأنه الهدف أن لا يجري الاهتمام بالأفراد إنما يجري الاهتمام بالمصير الكلي للقطيع الأفراد يتساقطون يتم التضحية بهم بطريقة أو بأخرى لا بأس لكن المهم أن يبقى القطيع متماسكاً هو الإسلام انتصر هو القطيع انتصر الإسلام هو كلمة لكن هو القطيع انتصر أو الجماعة انتصرت الجماعة التي نجحت في أن تضحي وقدما يسقط أحدهم يسمونه شهيداً وبمعنى أنه لم يمت وهو فعلاً لم يمت لأن القطيع استمر في الحياة وهذا يجب أن نفكر بأمق بهذا الموضوع هنا تعليق آخر من الصديق عبدالله داريف أو داريف قال أشكرك صديقي على تفكيرك واهتمامك فيما نحن فيه قال بأننا نرى نحن نرى أن الأشياء هي حلال أم حرام هنا يتوقف العقل العربي أو المسلم أشكرك صديقي يقول معنى أنه فلن العالم بالنسبة لنا هو وهل هذا يجوز أو لا يجوز هل هو حلال أو حرام هي هذه النظرة المعيارية التي تقوم على المفاضلة بين الأشياء هذه المفاضلة والتقييم أو التمييز في كل موقف في كل حال هو هذا التمييز الذي نحاول دائماً أن نسيره على أساسه أي حالة مختلفة دائماً هي مرفوضة بالعكس الآن التمييز هو الميزة الأساسية كلمة الميزة هي أيضاً من التمييز عندما تتمييز في العصر الحديث أنت ستكون لك فرصة أكبر من الآخرين أما في التفكير القطيع أو التفكير الفقهي التمييز هو بدعة وظلالة وانحلال وكفر وزندقة لأنه عندما تتمييز ما معنى هذا معنى أنت أصبحت خارجاً على القطيع والجماعة وهذا سيؤدي إلى ما لا يحبد عقباه كما يقولون هنا أيضاً أختم بكلمة للصديق وتحياتي الحارة بقناته لإسمها الإنسان أولاً قال بأن هذا يشبه ما يفعله أنه يجب أن نؤيد النظر في واقعنا وتاريخنا وبنيتنا الذهنية وأن نقوم بما يشبه ما يفعله الأطفال بمكعبات ما يلعبون مكعبات الأطفال مكعبات البناء الأطفال أحياناً يعيدون تركيب بعض القطع وتغيير جزئي لكن أحياناً يدمرون كل شيء وعيدون تركيب كل شيء من جديد ويبدو أنه قال هذا ما ينبغي أن من أجل علينا فعله من أجل التطوير والارتقاء أيضاً تعليق من الصديق في هذه النفيسة أيضاً قال أكثر الذين تناولوا نقل الفكرة والعقل العربي كما يقولون حاولوا تنشيطه لكنهم لم يستطعوا أن يفعلوا شيئاً أيضاً الصديق أيضاً فريدريش نيشا الصديق الرائع الذي من متابعين قناة ودائماً يضحفنا بتعليقاته قال أستنتج بأنه أنك تقول بأنه لا يوجد عقل عربي وعقل صيني العقل هو واحد دائماً لكن يؤثر فيه المجتمع الذي نشأ فيه الإنسان وقال كما يبدو نحن نفكر ضمن دائرة مغلقة وغير ما اسموه لنا بتخطيها طبعاً من المنتقدين هذا الصديق دائماً أو الصديق اللدود اسمه رامي باسم أنا تاركاً يعني تأجبني تعليقاته جداً لأنه منفعل دائماً فيقول أنت بصفتك أحد أفراد القطيع يا أستاذ التنوير أنت فخت كالقربة المنفوخة أو تشوب المنفوخ تشوب بالأراق يعني الإطار السيارة أو الإطار الداخلي للسيارة وهذا يستعمل للطوف على الماء فظننت أنك أصبحت زبيباً بعد أن كنت حصرماً لا تفرح فأن انتفاخك ورماً خبيثاً لا لحماً فأفكارك شعوبية تكره العرب والمسلمين ومن نشرت صورهم مثل حسن عنفي وطرابيش وأبو زيد وأرقون والجابري ليسوا كفكرك ولا على مذهبك وما حديثك وكلامك إلا أحادث خرافة يا أم عمرو شكراً جزيلاً الصديق أنا طبعاً أجبني هذا جداً وأستمتع بي بصراحة أقدم بمقولة لأحد الأصدقاء في تعليقات على تعليق له على حلقة نشرتها عن تلسكوب جيمس واب ماذا قال هذا الشخص قال أنت تحكي هذا بتعبيره عن صور تدل على عظمة الخالق طبعاً هذا النموذج نعتبره ودليل على صحة ما ذهبت وليه من أننا نقيم تقيماتنا على أساس أخلاقي وقيمي وديني وليس على أساس معرفي له علاقة المعرفة يعني أننا كلما لدى معارفنا لا تقوم على أساس واقعي على الأرض وبدليل أنه حتى منذ مجال الدين سواء في البلدان العربية الإسلامية أو حتى منذ سيطرة المسيحية على العالم الغربي لم نجد هناك إنجازات على الأرض وهذا هو السبب لأن هذا النموذج هو خير نموذج يقول أن التلسكوب جيمس ويب جيمس ويب هو هذا كان دليل على عظمة الخارق أي أنه بالضبط طبق الفكرة الأساسية أو المنهج الأساسي لنمط تفكيرنا وهو أننا لا نرى المنجز البشري المنجز العلمي الذي توصل إليه البشر والذي سينتج حقائق وعلوم وسينتج بعد ذلك قضايا واقعية حقيقية ومنجزات وآلات ومخترعات وأن نستطيع من خلال فهم العالم ونضع القوانين والمعادلات الدقيقة الصحيحة المضبوطة لا ولا يهم ما هو هذا يهمه أنه العقل الأخلاقي الذي في رأسه أدله على هذا أن هذا الاكتشاف سيقدم له دعما لعقله الأخلاقي القيمي فبالتالي ما يحدث في العالم المعارف التي استحصلها الآخرون لا تعني له شيئا هذه الفكرة الدقيقة التي طبقها هذا يعني الإنسان الذي هو مجالد إنسان عادي كما يبدو ثقافة بسيطة بدليل أنه كتب عظمة الخالق بطريقة بإملاء خاطئ لكن وحتى اسلوبه غير مؤدب فواضح أنه إنسان بسيط ومنفعل ومدجن جيدا فهذا النموذج اعتبر وهناك مئات الآلاف مثله هو هذا يؤكد النظرة التي ننظر بها للعالم من حولنا وأن كل الشيء هو دليل على عظمة الخالق وعظمة الدين وعظمة الإسلام وعظمة الإيمان وأيضا عظمة عظمة كل شيء لكن في الحقيقة الأمر غير هذا تماما بعد الفاصل سأتحدث عن علم وصول الفقه وكيف نظر له المفكر عابد الجابري فكونوا معي والآن الزقال جاء تحدث عن موضوع أصول الفقه وهل هذا الفقه هل يمكن أن نعتبر الفقه علما أولا أحاول أن أقدم تعريف للفقه وأصول الفقه تعديدا هو ذلك العلم حتى أقراركم نصا من وكيبيديا وهو ذلك العلم الذي يدرس طراق الاستدلال واستنباط الأحكام الشرعية من أدلتها النظرية والتطبيقية ويعني هذا أن أصول الفقه يؤنى بها باستخراج القواعد التي تساعد المجتهد على فهم النص الشرعي واستخلاص أحكام الشرعية هناك أيضا باحث مغربي محتاج على أن هناك تشوي للفقه وأصول الفقه ويقول أن هذا العلم ولد ونشأ أحمد الرئيسوني ولد ونشأ ملتحما مع الفقه ومنبثقا عنه وعن متطلباته كما يدل على ذلك اسمه أي أصول الفقه ولكنه على أيدي المتكلمين بدأ يبتعد عن الفقه ويرتبط أكثر فأكثر بعلم الكلام ومن خلاله بالمنطق والفلسفة طبعا بالنسبة له كارثة عظمى هذه بالصفحة 60 من كتابه عن أصول الفقه أي أنه بتعبيره بدأ ينحرف عن مقاصده إلى أشياء أخرى لا تدخل في غاياته وليست هي من صلبه أو بحسب الإمام الشاطبي بدأت تدخل فيه المسائل العارية فيقول تحولت مباحث أصول الفقه إلى مباحث استعراضية للميران العقلي ولا علاقة لها بمباحث الأصول ومن ذلك إدخال الكثير من القضايا الكلامية إلى هذا العلم مثل عصمة الأنبياء التي لا علاقة لها بأصول الفقه علما أن علم الأصول تأسس في أول أمر من أجل محاربة الخلاف وجدال هذا الجزء الأخير مختصر من قوله لكن قطعت بعض الأجزاء البينية لكن عموما هو كلام ليس كلامي فقط كلام نصا من صفحة ستين هذا التعريف يشي بقضية أساسية هو أن هذا العلم وجد أصلا من أجل محاربة الخلاف وجدال يعني كشف حقيقة هي فعلا تاريخية وهذا التي تحدث عنه الشافعي أو عندما وضع علم أصول الفقه هو كان الهدف التخلص من المنطق والفلسفة التي كانت هي سلاح الأنظى للمؤتزلة فعدما ظهر الشافعي وكان مؤتزليا حاول الخروج من أفق الفلسفية أو أفق العقل تماما وأصلا يبدو أن الفقه وأصول الفقه تم وضعها لهذا الغلط تحديدا نعود إلى الجابري ماذا يقول الجابري الجابري يعتبر بنعلوم أصول الفقه تأسس على العقل البياني من جهة وأن بنى على ثنائية اللفظ والمعنى من جهة أخرى معنى هذا ماذا برأي الجابري أن علم الأصول لم تبنى أسسه ومنطلقاته التقيدية على مقاصد الشريعة كما فعل أبو إسحاق الشاطبي بل أسسه على منطلقات لغوية وبيانية مما سهمت ذلك في إغلاق باب الاجتهاد وفي هذا يقول الجابري في مجال الفقه لقد كان من نتائج إعطاء الأولوية لللفظ على المعنى أن أخذ الفقهاء يشرعون للفرد والمجتمع انطلاقا من تعقب طرق دلالة الألفاظ على المعاني أي من المواضع اللغوية على مستوى الحقيقة والمجاز معا فباذا أنتج أنتج هذا أنهم أهملوا أو همشوا إلى درجة كبيرة مقاصد الشريعة كما لاحظ ذلك الشاطبي فأصبحت مقاصد اللغة إذا جازت التعبير هي المتحكمة هذا قول الجابري ويضيف بعد ذلك ويقول بأن هذا أدى إلى أن يعمل الفقهاء بدلا أو عوضا عن بناء التشريع على قوائد كلية تستخلص من الأحكام الشرعية الجزئية وتعتمد توخي المصلحة العامة التي تتطور بتطور أصور كما نادى الشاطبي بذلك بدلا من سلوك هذا المسلك العقلي ماذا فعل الفقهاء رهنوا التشريع بقيود العلاقة بين النوف والمعنى وهي علاقة محدودة مهما يكون من اتساع لسان العرب هنا أنا لدي ملاحظة على هذا الكلام هو كلام الجابري كل هذا وليس يعني وشد نظر الجابري وأقدرها وأحترمها لكن عندي ملاحظة قوية أو أعتبر ملاحظة أساسية حولها وهو الخلاصة يقول بأنه الفقه بأكمله أتمد على علاقة اللفظ بالمعنى وهذا بالتالي أتمد على اللغة والبيان اللغوي وعندها ثلاثية البيان والعرفان والبرهان فهو يقول أنه أتمد على البيان هذا وأتمد بالتالي على لسان العرب فقط فأدى هذا إلى أنه يتقوقع ومما زاد من هذا التقوقع كما يقول بأنهم هؤلاء ماذا فعل الفقهاء ذهبوا إلى أقصى البادية لكي يأخذوا اللغة العربية الأصيلة من أفواح الناس البسطاء الذين هم بطبعهم دهنهم محدود وليسوا قادرين على أن يستنبطوا المفردات التي يستطيع أن يستثمرها الناس في علمهم وحياتهم اليومية المتحضرة في حواضر المدن العربية الإسلامية في ذلك الزمان فقال بالتالي هذا هو كان من المصير حتمي للفقه أن يتقوقع التشريع ضمن حجود معينة لا يتعداها ويؤدي بالنتيجة لاستنفاذ جميع الإمكانيات التي تتيحها اللغة والتي هي إمكانيات محدودة بالضرورة هنا بعد ذلك بناء على هذه المقدمات ماذا سيكشف الجابري عن نوعا ما يكشف عن شخصيته أنا لست أتحدث بنوع من الندية أو أدوانية تجاه ما فعله الجابري لكن بالعكس هو قدم قراءة جيدة وفكك الحقاق وقدم قراءات واستقصاءات وشخص قضايا كثيرة جدا لم تكن تخطر على بالك كثيرين لكن هذا أشار على قضية أساسية هو عندما أنت تبحث فبالضرورة أنت تعرف عن نفسك ماذا فعله بدأ يفكر كأنما هو فقيه معاصر كان ينتقد أسلافه من الفقهاء فعندما يتحدث بهذه الطريقة قاله هذا الفقه بدأ وصل إلى طريق مزدود وأنه بسبب اقتصار على اللغة العربية المحدودة وأيضا اللغة العربية ليست لغة الحواضر المدن في ذلك الزمان بل اللغة المحدودة البسيطة التي كان يتحدث بها العراب في البادية العراب الذين هم أسد كفرا طبعا كما يقول القرآن والسؤال المهم جدا هو هذا الذي لم يطرحه الجابري ولماذا جرى اختيار اللفظ والمعنى معيارا للفقه الجواب أنا في رأي هو الذي سيكشف أسرار العقل العربي أو ما يسمى عقل العربي الذي يدعي وجوده السيد الجابري وليس يدعيها قد تفسر عدواني أقول يزعم بأنها موجود بأنه هناك عقلا عربي هذا أعتبر أنا أشوف أنه هذا العقل العربي الذي يتحدث عنه لم يكن هدفه وضع حلول لمشكلة خلقها هذا العقل نفسه ولحاجة ماسة فيه فكيف نعالج مشكلة مثلا مشكلة عقل هذه مواصفاته أصلا لا يمكن أن تطلب من هذا العقل أن يعطيك تفاحا هو ثماره الوحيد البصل هذا موقف أنا أشوف يثير الرئيب من الجابري لكي أوضح كرامي أقول أن هذا العقل هو الذي اختار اللفظ والمعنى وكان بإمكانه أن يختار أمر آخر السؤال الذي لم يطرحه الجابري لماذا لم يتخذ الطريق الذي تحدث عنه الجابري والذي اخترحه هو المقاصد يعني الاعتماد على مقاصد الشريعة الإسلامية وبأتبارها أنها أوسعة وأرحب بكثير وهي التي اكتشفها متأخرة في القرن التاسع أو الثامن التاسع الهجري السيد الشاطبي في الأندلس هذا السؤال أنا أعتبره مهم جدا كما قلت وهو أن هؤلاء لم يكنوا من الغباء بحيث لم يطنوا إلى هذا الموضوع إنما هم اختاروا اللفظ والمعنى قصدا وأيضا اختاروا هذا إن لم يكن قصدا فاختاروه بفعل البرادايم الذهني الذي كانوا هم عليه لم يكن بالإمكان أن يفكروا بطريقة مختلفة وأيضا لم يكن بالإمكان أن يختاروا اللغة المنفتحة التي كانت في حواضر المدن الخبيرة مثل البصرة والكوفة وبغداد والدمشق أيضا والمدينة كانت في حواضر المدن الإسلامية في العصر العباسي الأول فلماذا اختاروا هذه اللغة المقعرة الموجودة في البادية التي انتقدها القرآن نفسه فالجواب أنا أعتبر مهم جدا وهو أن هؤلاء الفقهاء صنعوا اللغة العربية كان من الضروري أن يعتمدوا على هذه اللغة وعلى هذا الشريعة الإسلامية الجديدة والتي تستمت قوانينها من عراف القبائل البدوية ولا لا أن تتشوه بفكر المجتمعات المتحضرة عن ذاك وخاصة المسيحية السريانية هذا كان مبدأ أساسي لديهم هذا الذي يجب أن نتحدث عنه أيضا هناك كانوا يحاولون أن لا يخلطون بين التراث اليهودي والتراث الإسلامي كانت هناك نوع من محاولة تأسيس دين جديد هذا هو الأساس الذي كان يسعى يسعى هؤلاء الفقهاء المعظم كان همهم الرئيس هو هذا أن يتركوا أي أثر لوجود تراث يهودي أو سرياني مسيحي أو تراث زرادشتي تاخل النص الفقهي الجديد هذا الهدف الرئيسي الذي تحدث عنه وعندما نطلع على كلام الشافع في كتابه الأساس الرسالة والأم أيضا سنجد أنه كان همه الرئيسي هو تأكيد سطوة العرب على الآخرين وأن هذا العمل الذي يسعى لتأسيسه وهذا العلم هو علم عربي خالص وهذا الهم وما زال لحد هذه اللحظة موجود لدى الشعوب العربية الإسلامية ما زالت لحد الآن الرفض الآخر رفض التواصل مع الآخر هذا التطير من أي محاولة للاتصال بالآخر كما قلت في الجزء الأول من هذه الحلقة قلت بأنه أكو واحد يتحدث أنه أنت منبهر بالعقل الغربي بمنجزات العقل الغربي هاي الفكرة جوهريا هي نفسها هي نفسها أنه أنت لا تريد أن تعمل أي اتصال مع الآخر دائما تحاول أن ترجع القهقرة بالتعبير الجاهلية وتحاول أن لا تختلط مع الآخر وتبقى مصانا تماما من أي تشوه يصيب عقلك الذي هو عقل بدائي بالضرورة ويرفض الاحتكاك بالآخر وتطوير قدراته هذا أيضا نشوف ونلمس أثر عند السلفية لماذا نجحت السلفية التفكير السلفية نجح لأنه دائما يقدم لك الحيول السهلة أنت ارجع للأصول الأصول هي كذا كذا الحياة البسيطة التي لا تعمل تفكير كل شيء جاهز ومحسوب افعل كذا افعل كذا هذا خلاص لا تفكر نهائيا العقل مرفوض اتركوه في الباب ويقرأ ابن الجوزيق لكن العقل هو شيء مكروه ولا نحتاجه هذا إذا شوفوا المحاضرات حسن فرحان المالكي يتحدث بالتفصيل عن السلفية وكرهم الشديد للعقل وبالأدلة وبالإثباتات والدلاء الدامغة لمنطقهم ومنهجهم بالفكر والتدين والتطير أيضا من أي شيء إلى علاقة بالحداثة وبالتطور يعني هما يرفضون كل شيء يريدون أن يعودوا إلى اللحظة صفر لنزول القرآن الكريم وحتى هذه اللحظة لا يعتبرها موجودة في مكان إنما موجودة في الغيب وعلينا أن لا نسأل عن هذه نسأل أسئلة أكثر من هذه الذي أريد أن تحدث عنه أو ووضحه بأن الجابري يرى بأن بناء أصول الفقه على البيان كان خطأ منهجي وأبستمولوجي جسيم بتعبيره وفي هذا الإطار ماذا يقول أحد الباحثين يقول والخطأ الذي وقع فيه البيانيون هو أنهم جعلوا من وسائل التنبيه التي يستعملها القرآن قوائد للاستدلال ومنطقا للفكر ولكن ليس باتخاذ النص القرآني سلطة مرجعية وحيدة بل بقراءته بواسطة سلطة مرجعية أخرى هي عالم العرابي عالمه الطبيعي والفكري الذي تحمله معها اللغة العربية التي جعلوا منها مرجعية حكما بدعوى أنها اللغة التي نزل بها القرآن في هذا القول ينتقد جابري المنظور بياني اللي اتمد أغلب الأصوليين الأوائل وهؤلاء هم الذي اتهمهم بينهم قيد وعلم أصول الفقه بمبحث الدلالات اللغوية وبتمثل أولا عبر تمثل اللغة العرب من جهة والاقتداء بسالي بالعرب في كلامهم وتواصلهم من جهة أخرى أنا أقول جابري هنا ارتكب خطأ جسيما يعني هو حدد المشكلة وقال وانتقد هذا المنظور لكنه لم يبضي أبعد في التشخيص لم يكشف العقل الإسلامي الفقهي وهو مشروع بالضرورة يعني عندما يتحدث عن بنية العقل العربي وتكوينه لماذا لا تنضي أبعد لماذا لجأوا إلى هذا الإسلوب أنت لا تقول لي أنهم أخطأوا أنا لا أريدك أن تقدم لي تقييم معياري هذه المعياري التي أتحدث عنها أنا هذا التفكير الأخلاقي تفكير الفقهي يعني هو يعتبر نفسه من سلالة الفقهاء فبالتالي كان علي أن يتساءل لماذا يفكرون بهذه الطريقة لماذا لجأوا للأعراب لجأ هؤلاء الفقهاء للأعراب الذين هم أشد فكرا كفرا كما يقول القرآن وكما يقول قبل قليل هناك هناك سر كبير في هذا العملية يعني لا أعتقد الأمر يخفى على الجابري أن يتساءل عن سر عدم اللجوء لهذا هل هم من الغباء بحيث لا يلجعون إلى حلول مختلفة إلى تحكيم إلى ما يسميه مقاصد الشريعة طبعا أنا أندي حلقة عن مقاصد الشريعة أو ثلاث حلقات أرجو أن تطلقون عليه وتعرفون حقيقة هذه المقاصد ولماذا تم التأكيد عليها ولماذا يؤكد عليها الجابري حتى تعرفون حقيقة الأمور أنه التأكيد على فكرة مقاصد الشريعة هي نوع من البديل عن حقوق الإنسان التي شرعتها الأمم جميعا هذه الحقوق التي أصبحت الآن في حكم الدين العالمي الإنساني التي توحدت عليه الأمم والشعوب جميعا والتي اعتبرته مبدأا أساسيا ما زال هو مبدأا ليس أو دينا أو قيما أخلاقية وإنسانية جامعة للجميع بدون تفريق للمقاصد الشريعة هو هذا المقصود من أسهل مقصود هو الطعن بفكرة حقوق الإنسان والتخلص منها باسم مقاصد الشريعة لهذا السبب هو يحاول أن يقدم خطابا إيديولوجيا في هذا الصدد وعليه فهو ليس الهدف أن يفكك أو يقدم لنا تكوين العقل العربي أو بنيته لا ولا يتحدث لك عن دوافع أو تحليل دوافع الفقهاء في هذا العمل لا هو يقدم لك الوساء التي تستخدموها الأدوات التي يستخدموها الحلول التي اختراحوها وبعد ذلك ينتقد هذه الحلول نحن لم نأتي لأنه لا نبحث عن تكوين وبنية عقل ما أو فكر ما عليه أن يحلل ويفكك هذه هذه العقول لا أن يأتي ويقول أنها أخطأت هذا التقييم يعني هذا يعني تعليق واحد مثلا أنا أقدم لكم هذا الحلقة وواحد يقدم لي أنت أخطأت في كذا وكذا هذا لا يسمى تحليلا ولا تفكيرا ولا تحليلا ولا عملا جادا علميا دقيقا ممكن أنت تعطي رأي يعني أنا أعطي رأي أيضا يشوف في الفيديو وأعطي رأي لا أكثر ولا أقل فهو كأنه كأنما هو متفرج ويبدي رأيه فيما يرى أو يشاهد عموما أين كان سبب موقف جابري فأنا أرى بأنه هو يرى نفسه هو سليل هذا الفقه وهو المسؤول عن صيانته وتطويره ولكن طبعا مع انحياز للطريقة المغربية الشاطفية العقلانية بتعبيره والآن بعد الفاصل سيتحدث عن موضوع الأخلاق الذي خصص له كتابا كاملا المفكر عابد الجابري فكونوا معي لنسمع أولا لما يقول الجابري عن موضوع الأخلاق كتاب كله مبني ومكرر باستمرار على أنه الأخلاق والسياسة في هذا المجال لم تكن في التقافة العربية وفي الحضارة العربية بمثل ما كانت عادي في اليونان مثلا وبينته هذا أميران وقلت لماذا لأن الأخلاق في الأساس في الإسلام لم تكن موجودة كفن وكالفق الفقه هو الذي كان يشرع كأحكام شرعية كمدونة جنائية ومدنية وأيضا يشرع كأخلاق وفي الكتب القديمة الأولى وفي الحديثة دائما هناك خلاق وتباعة الحال آداب الزكاة آداب الصلاة آداب اللي آداب كذا وأيضا في أواخر الكتب هناك ما دشته إمام المالك بخلاصة أو بملحق بقية تكررة هو آداب الزيارة آداب أخرى وهي أخلاق واعتبرت آداب شرعية فيما بعد فالأخلاق في النهاية في الإسلام بقيت لمدة طويلة من اختصاص الفقه تفكير الفقه داخل في إطاره عندما جاء الموروط الفارسي وجاء الموروط لينايب الخصوص ووقع تنافس بينهما كما شرحت الفقهاء انتبهوا ورأسهين من راغب إسبحاني ثم الموضي إلى أخير أنه لماذا لا يتكون عندما نحن أيضا أخلاق إسلام يقص بها ونبدأ في أخلاق خاصة وانتهت إلى العزم من الإسلام الذي التمس طريقا عصيرا في العقيقة أما السياسة فقر بقيت ذائبا كما قلت لداء من عبد الحميد إلى بن مقفع إلى القلق شنتي استبداد سياسة الأرض الشير لم يتحرروا منه إلى الأهد أما السياسة فقر بقيت ذائبا كما قلت لداء من عبد الحميد إلى بن مقفع إلى القلق شنتي استبداد سياسة الأرض الشير لم يتحرروا منه إلى الأهد المؤسس الدولة السسانية والجامع بين الدين والمتحدث بين السياسة والدين والذي أثر بما روي عنه أو نسب إليه أو نحل عليه لكن ما روج باسمه في التقافة العربية وباسم كسرى العادي التصور كسرى هو من بعد عدل هذا كان معروف يعني الأدب الفارسي والأدبية الفارسية سواء التي كتبت في العد فارسي فعلا قبل الإسلام أو التي كتبت في العد إسلامي ونسبت لهم هذه هي التي حيما كما رأيتم الجابري هنا يقول بأن كلمة أخلاق أو مفهوم الأخلاق لم يكن متوفرا في مطلع الدولة ومطلع ظهور أو مطلع ظهور الفقه الإسلامي وهذا الأمر كان جديدا وطارئا وحدث بسبب تأثير الموروث الفارسي والموروث أيضا السرياني واليوناني أيضا طبعا بالتأكيد الموروث الفارسي هو موجود ضمن المجتمع الإسلامي في ذلك الوقت وهو لا نستطيع أن نقول عليها مجتمع إسلامي إنما مجتمع متنوء جدا نسبة غير المسلمين فيه كبيرة إلى حكب يعني بعض الأحصاءات والأخبار تقول بأن نسبة غير المسلمين تتجاوز النصف خمسين بمئة من عدد السكان وفي كل مكان حتى القرن الرابع الهجري كانت عدد السكان ما يفوق الخمسين بالمئة بمعنى من معاني أن كل هذه الحركة التي أنشأت الإسلام والدين إسلامي وأصول الفقه والعقائد وما إلى ذلك كلها حدثت ضمن الحاشية التي تلتف حول السلطة أو ضمن مجموعة من الفقهاء والشوخ والأئمة الذين وجدوا لهم مكان من خلال رفع شأنهم عبر الخطاب الديني أو العمل في الحق الديني وقيادة الجموع بإسم الإسلام والحق والباطل والنبي والقرآن وما إلى ذلك بما يشكل بعد ذلك الطبقة متنفذة تقف بشكل واضح بمواجهة السلطة وهذه الطبقة إما أن تتخذ الطابع السلمي كما يحدث الآن معارضة سلمية أو تتخذ الطابع المسلح كما حدث في الفتن كما تسمى في ذلك الزمان والثورات المستمرة التي قادها عشرات بالمئات الثورات التي قادها كثير من أبناء قادة قريش وحلفائهم الأخلاق عموما هي مسألة مغلة في القدم ونعرف جميعا بأن لكل جماعة بشرية أخلاقها المتمثلة مجموعة من القواعد والمعايير المتصلة عادة بالخير والشر وأيضا هذه القواعد معتمدة على الحكم على أفعال الأفراد وألاقاتهم مجال الأخلاق هنا كما يبدو واضح لا يوجد إشكالات كثيرة بأتبار أن المعايير مضبوطة وأن ضروب الأفعال مختلفة صنفت في مراتب محددة هذه منتمية للخير أو تلك إلى الشعب على هذا الأساس الأخلاق هي جزء لا يتجزأ من قوانين متصلة بالعرف والدين وضمن أي جماعة من جماعات البشرية أو هي مجموعة القواعد أو السلوكيات التي تضبط حركة الجماعات البشرية أو كل جماعة بشرية على حده أو مجموعة من الجماعات البشرية هذه المبادئ تلزم الفرد بالامتثال لها وكلمة الامتثال هي واحدة من معاني كلمة الدين باللغة العربية عليه الأخلاق من حيث هي مجرد قواعد محددة قائمة لا تثير بحد ذاتها مشكلة فكرية لكن المشكلة عندما نكتشف حقيقة أن كل مجتمع في حقه وكل متناغم المكونات لا يمكن أن نقول أن هذا المجتمع منعزل عن مجتمعات الأخرى فهو بالتالي حركة مستمرة متفائلة وفيها من التوتر والتناقضات والتوافقات الكثير وبالتالي هذا يؤدي ينسحب على معنى الخير والشر وأيضا أنت ما تراه حقا يراه الآخر باطلا ما يراه فلان منكرا الآخر يراه معروفا وهكذا وهذا التناقض أيضا دعا بانويل كانت إلى أن يطرح السؤال الأساسي الكبير حول السؤال الأخلاقي والذي بعد ذلك استعاره منه أجابري وكثير من المفكرين لاحقا وهو السؤال الأساسي ما الذي يجب أن أفعله وهذا السؤال صعب جدا ليس هذا وقت البحث فيه لكنه دائما يؤدي إلى موقفين متناقضين يعني موقف ممكن أن نفهم السؤال بطريقة أخرى نقول مثلا ما هي وسائل الكفيرة بأن أحقق أي هدف ما لديه أيضا يمكن أن يفهم بطريقة أخرى يعني هل هذه المسألة تمثل قيمة حقيقية بالنسبة لي أو بالنسبة للناس جميعا السؤالين واضح أنهم مختلفين لكن ليس هذا الموضوع الآن الموضوع الذي أكد على فكرة الأخلاق وأنت تعريف للأخلاق سابق على التعريف الذي يضعه السيد الجابري والذي وأيضا سابق على العقل الإسلامي أو العقل العربي الإسلامي وأعني بتحديدا العقل اليوناني عندما نذهب إلى العقل نجد أن فلاطون كان يعتبر أن الأخلاق هي ضرب من ضروب العلم أو المعرفة هنا المسألة الأساسية التي يجب أن نفط لها بينما هذا تتعارض مع الفهم الإسلامي العربي أيضا عندما نراجع التاريخ نذكر صغرات في محاورة أو سؤال البروتوغراس سأله قال له ما هي الفضيلة قال له الفضيلة هي علم يعني الجواب واضح وسهل وقال له بأن الرذيلة هي في الوقت نفسه هي إنعدام للعلم بينما لدينا بالمفهوم الإسلامي الديني الفضيلة هي مسألة مختلفة الفضيلة هي يعني تأخذ طابع لا تأخذ طابع علمي ولا معرفي إنما تأخذ طابع إلهي إلى علاقة بالطاعة أو مفهوم الطاعة وهذا المفهوم اشتغل عليه كثيرا الجابري واعتبر أنه مندرج أو منسحب من مفهوم أو من تقاليد الطاعة للشعوب الفارسية والنظام الساساني أو يسمى حسب الفيديو الذي شفته أردشير وقال بأن هذا أردشير والساساني ما زالت قيمه الأخلاقية موجودة في واقعنا حتى يومنا هذا مع مبرى الفقه والدين الإسلامي المفهوم اليوناني أنه يقول لك الفضيلة هي العلم وأنعدام الفضيلة الرذيلة هي أنعدام العلم لماذا أنعدام العلم ولكن لا أنعدام العلم لا تعتبر بأنها جهلا بالمعنى الديني إنما هي نوع من الوهم الوهم الذي يعني أي معنى فاعل الرذيلة هذا الشخص يظن بأنه فعل شيئا حسنا لا وهذا ظن واهم وغير حقيقي بالمنظور وفقا لمنظور صقراب وبدليل يضرب دليل يقول لو كانت هناك معرفة لو كانت لديه معرفة لما توهم الباطل حقا ولما انغمس فيما يكمن فيه هلاكه يعتبر الأرستوب أن الزيغ الأخلاقي بتعبيره وفق هذا التصور هو خطأ ناتج عن غياب بل عن احتجاب للعقل هنا المسألة احتجاب للعقل والمعرفة وهذا هنا النقطة الفاصلة بين الفهم الديني الشرقي الإسلامي للموضوع والمسيحي أيضا الشرقي للموضوع عن الفهم اليوناني وهو الذي يؤكد نمط العقل العربي وخرافة العقل العربي الذي تحدثت عنه بالتفسير في الحلقة الأولى لهذه السلسلة وعليه الحل بالنسبة للفهم اليوناني أو للعقل اليوناني لمعالجة مسألة أخلاق هو معالجة عن طريق العلم والمعرفة لاحظوا هذا مسألة أساسية فرق أساسي كيف يعالج العقل الديني أو الفقهي هذه المشكلة هنا أذكر رأي سقرات تحديدا ماذا يقول؟ يقول سقرات يقول لخص هذا الرأي قال بأنه لو كان المرء على علم بما ارتكبه من رذيلة وهذا يعني أنه يعني بالضبط لو كان المرء ذا علم لما ارتكبه لما ارتكبه الرذيلة وأما وقد ارتكبها فهذا يعني أنه غير ذي علم طبعا هذا بإشكال والحل بأنه الفضيلة فيها العلم والرذيلة فيها عدم العلم يعني هذا ما يمنعني السؤال أنه ممكن أن نقول لنا المعرفة هل هي تحول دون ارتكاب الرذيل أو بأبارة أخرى ألا يمكن أن يفعل الإنسان الشر وهو يعرف أنه شر هذا موضوع يعني انتقاد أو اعتراض على تصور سقراط لكنه عموما يصب في نفس الفكرة التي يتحدث عنها سقراط ويقول بأن الفضيلة هي العلم والمعرفة بالتالي والعقل أيضا فبالتالي ممكن أن نطرح هذا السؤال ويجد له حلا لأنه يرى بأن العقل والمعرفة هي تتعارض بالضرورة مع فعل الشر وهنا سير عندنا دور فلسفي ممكن أن نبحث في حلقة خاصة الجابري هنا في فيديو لخص ما يراه وقال بأن عالم القيام بالثقافة العربية هو ليس عالم واحد إنما عوالم خمسة وقال بأن هذا العقل الأخلاقي العربي هو عقل متعدد في تكوينه لكنه واحد في بنيته ويقول أنه يتشكل من خمس نظم ثقافية وأخلاقية هي واحدة منهم موروث عربي خالص سماها أخلاق المرؤة وأيضا موروث إسلامي خاص مستمد من أخلاق الدين الإسلامي نفسه وأيضا موروث فارسي سماها بأخلاق الطاعة ويوناني سماها بأخلاق السعادة وأيضا موروث صوفي سماها بأخلاق الفناء وأعتبر بأن هناك كانت أزمة قد قيم في البداية وخاصة بعد أحداث السقيفة ووفاة الرسول وكذلك حروب الرد وبعدها فتنة أثمان وبعد ذلك الحرب بين علي ومعاوية هذه كلها فتن ولدت أزمة داخل النفوس والشعوب التي كانت تحكمها كل هؤلاء الخلفاء وصراعاتهم ومن نسميهم الآن بالصحابة العدول الذين هم أحب المتحابين فيما بينهم كما يقول العقل الأخلاقي الديني حتى يومنا هذا ويعتبر الجابري أن مفهوم المرؤة هو القيمة المركزية الموروثة العربية خالص وأعتبرها هي قيمة أخلاقية اجتماعية منذ أيام العصر الجائلية حتى يومنا هذا وخاصة أن يقول بعصر موي مع انتشار الموروث الفارس هذا المفهوم هو نفس اللي يتحدث عنه الآن بمعنى أنه هذا يسمي تجميل الخصائل المحمودة وهذا دائما يمنع الصفات المذمومة ومنأتها دائما يعلم من شأن الكرم على رأس القائمة وأعتبر الكرم مرتبط بالعطاء اللي هو مصدر أساسي من مصادر العيش في المجتمع العربي قبل الإسلام وبعده وهذه القيمة تعتبر قيمة كبيرة جدا عربيا وإسلاميا المهم هو يرى بأن الموروث الفارسي هو أخطر موروث على العقل للأخلاق العربي وهذا هو النشر أخلاق الطاعة والمقياد إلى السلطان ولو كان غاشما ظالما جبارا طبعا هو هذا السؤال يعني يحلنا إلى مسألة مهمة لماذا انتشرت اخلاق الطاعة نفترض أن هناك موروث فارسي موروثات مختلفة لكن بالحقيقة ناس كانوا ضعفاء وكانوا مقادين ولا تنتظر من إنسان ضعيف أن يؤطيك إخلاقا أنت دعه يعيش بطريقة سليمة وينال كل حقوقها بعد ذلك طالبه بأن يكون خلوقا فبالتالي الناس كانوا وحتى يومنا هذا يمارسون كل موبقات ولكن بطريقة سرية ويدعون هنا أنهم مطيعون ملتزمون وبعضهم حتى من ضمن التعليقات أشوفه واضح أنه مجرد يعلن بأنه هو يعلن البراء والولاء من خلال التعليق ليس الهدف منه الرد عليه إنما استعراض استعراض ولائه وبراءته من كل من يختلف عن السياق العام أو الأخلاق العامة الدينية تحديدا باعتبارها هي المهمة على الواقع تماما فبالتالي هو يتملقها سواء بصدق أو عن طريق النفاق أختم هذا الجزء وأقول بأن ما يقوله ما يتحدث عن وجود عقل أخلاق عربي هذا هو حصلت الوجوه الخمسة بالضرورة يؤكد بأن ما أقوله بأن العقل العربي لا يقوم على أسس أخلاقية دقيقة أنه لا يقوم على هذا الأسس إنما يقوم على ما أسميه الأدب والأدب له علاقة بترويض الحيوانات وترويض خاصة الجياء الجمال والنياق فهذه الأدب يتسمى أدب فالتسمية الحقيقية وما زالت حتى ومنها هذا هي تسمية الأدب أدب الكاتب أدب السلطان وهذه كل الأسماع هي تعني الأخلاق كانت كما قال بالفعل الجابري أننا لم نصل مرحلة الأخلاق وهي مرحلة التي تحتاج من من أي شعب أن يرتقي إلى مستوى فكري عقلاني ممتاز وكما قال سقراط بأن الأخلاق لتبدأ عندما يكون هناك عقلا وأن تتحول إلى علم ومن لا علم له لا أخلاق له بالتالي فهذا معنى هذا الشيء أنه لما نتحدث عن وجود مستمع ديني فهذا بالضرورة مستمع لا أخلاقي وليست لديه أخلاق إنما لديه آداب السلوك وهذه هي التسمية التي تليق به أما أن يصل إلى مرحلة الأخلاق فهذا معناتها أن يصل إلى مرحلة العقل وهذا العقل الذي سمه عقل الأخلاق العربي الجابري هذا المرحلة لم يصل إليها العرب حتى الآن فماذا فعله قال بأنه هناك خمسة مصادر لهذا العقل الأخلاق العربي وكلها ليست عربية على الإطلاق ما عدا العقل الإسلامي البدوي وأيضا هذا عقل إسلاميا مستنكر يعتبر أنه العراب أشد كفرا ونفاقا فهذا العراب هل هم عرب أم لا هذا أمر أترك لكم لبحثه يخلص حتى نحسن موضوع الجابري نقول بأنه يخلص من هذا الكتاب عندما هو محاولة تقصي أصول العقل الأخلاق العربي أكد بالنهاية على حقيقتين قال بين الأولى بأنه نالك دائما رغبة باتقاء الفتنة وهذه دائما اتقاء الفتنة يبرر قبول العيش باستكانه أنا ذكر والدي حد الآن دائما تقول هذا ما يصلح أو لا يصلح عندما أقول شيء تقول هذا لا يصلح يعني دائما حاول أن تتجدب أي شيء يثير الفتن أو يثير نقاش أو يؤيد التفكير في كثير من الأمور وهذا لاحظه تماما في القناة والمواقع التواصل دائما قلت لك أنت ليش تفتح مواضيع لا أنا أعرف كيف نخرج منها دعنا دع الطائية مستورة كما يقول المثل فيقول الجابري وهذا تحليل السليم طبعا قال بأن هناك رغبة باتقاء الفتنة هي الحقيقة الأساسية والناس تقبل أن تعيش بطريقة مستكينة تحت حكم هو أصلا هو الحكم نفسه هو أبار عن فتنة فالنتيجة دائما كان الحكم في الإسلام قائم على وحدان بتعبير وحدانية التسلط وأيضا كانت دائما المدينة التي يحكمها الإسلام أو السلطان الإسلامي المسلم مدينة يحكمها الجبارين أو الجلاوز بتعبير على الوردي فهذا هؤلاء على السكان هذه المدينة أن يقبلون بالعيش باستكانة وإذلال وهذا ما زال سائد حتى يومنا هذا الحقيقة الثانية اللي يأكد عليها دائما جابري في هذا الكتاب أن العرب والمسلمين لم ينهضوا بعد ولا هم ولا غيرهم النهضة المطلوبة بسبب واحد أنهم لم يدفنوا أباهم أردشير الفارسي هذا الذي كرس الطاعة ليس مجرد الطاعة للإله بل الطاعة للملوك حتى لو كانوا فاسدين أو مختصبين للسلطة ومستبدين بالحكم وهذا جوابي على الحقيقة مزيفة عندما نتصفح افتحوا القرآن على الكريم على أي صفحة ستجدون طاعة الله ورسوله وأولي الأمر منكم فهذه المسألة ليست علاقة بالتأثير الفارسي إلا كان القرآن نفسه متأثرا بالأخلاق الفارسية وأخلاق الطاعة الفارسية فهذا عند ذلك يكون حديثا حديث له شيئا آخر الطاعة هي مبدأ أساسي من مبادئ التفكير العربي البدوي الصحراوي الديني وليس المتحضر هو هذا المبدأ الأساسي مبدأ الطاعة هو مبدأ أساسي لأي قطيع ديني يريد أن يستمر هذه هي القضية الأساسية الطاعة الفارسية أنا عندي شكوك بها لكن راح أدقق في هذا الموضوع ولم أدقق بفعل موضوع طاعة يعني التخلص من أبا الأخلاق الإسلامية العربية الدينية أباها أردشير راح أتحقق مهم موضوع وأترك لكم البحث فيها أيضا وياريت تضيعون هذه النقطة التي أرى أنها مبالغ بها كثيرا من قبل السيد الجابري شكرا جزيلا وشوفكم على خير ومع السلامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر